موسيقى كما نعلم أن الرئيس عبد المجيد تبون غادر الجزائر في اتجاه ألمانيا يوم 10 جونفي 2021 بعد عودته من ألمانيا إلى الجزائر في 29 ديسمبر 2020 كما نعلم أن الرئيس رجع في ظروف أنه مقعد وأن الرئيس لم يظهر للجزائريين وهو واقف على قدميه وتحدثنا من قبل عن تلك التناقضات التي شابت عملية استقبال الرئيس وسفره التي ظهرت على التلفزيون التلفزيون الجزائر الذي قال تعقد والرئاسة التي قالت مضاعفات وتبون الذي قال عند مغادرته أنه بصدد البروتوكول الصحي آخر المعلومات التي وصلتنا أن الرئيس عبد المجيد تبون أجرى عملية جراحية في قدمه وأن هذه العملية كانت صعبة ولكنها ناجحة على حسب ما وصلنا من المعلومات طبق قضية اشتشافيه وتعافيه تخضع إلى عامل الزمن ليس بمقدورنا أن نقدر كم سيمكث الرئيس في ألمانيا لكن الملفت للانتباه أن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنغريحا الذي عاد مجددا إلى الظهور بكثرة عبر وسائل الإعلام كما كان يفعل سلفه أغايد صالح رغم أن أغايد صالح كان عضو في الحكومة بصفته نائب وزير الدفاع والمعلومات التي سبق وتحدثنا عنه أنه عند عودة الرئيس أو خلال الفطر القادمة ستتم هناك تعديلات حكومية وسيعلن السعيد شنغريحا كنائب لوزير الدفاع هذه المعلومات التي وصلت شنغريحا الذي هو في منصب عمليته ارتكب عدة أخطاء إدارية لا يمكن وصفه اجتمع في وزارة الدفاع مع المسؤولين الإداريين ومن بينهم الأمين العام لوزارة الدفاع وهذا ليس من صلاحيات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن يجتمع بالجانب الإداري الذي هو من اختصاص وزير الدفاع هل الرئيس عبد المجيد تبون أعطاه هذه الصلاحية وفقت من دون أن يتم الإعلان عنها وتم تأجيلها لاحقا المعلومات التي عندي تقول بأن شنغريحا هو الآن أقوى رجل في السلطة في الجزائر ولا يحتاج إلى هذا التكليف الرسمي بالرئاسي الجمهورية وإن كان في حاجة إلى إعلان رسمي سيأتي لاحقا بتنصيبه كنائب لوزير الدفاع عبد المجيد تبون كما قلت أجرى عملية جراحية ولكن لماذا أن تأتي هذه الأمنيات من طرف قائد عملياتي مسؤول عملياتي ليس من صلاحياته أن يتحدث في الشأن السياسي وليس من صلاحياته أن يقدم خطبات سياسية إلى الجزائريين وليس من صلاحياته يذهب إلى ناحية عسكرية ويتحدث إلى العسكريين في قضايا سياسية وهو مسؤول كما قلت عملياتي ومن بين الأمور التي سيتحدث عنها أنه يتمنى لرئيس الجمهورية أن يعود لممارسة مهامي وإكمال المهمته التي أوكلت لي ترى لماذا هذه الرسالة بحدث كما نعلم أن الخطبات التي تكتب إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي هناك خلية معينة هي التي تقوم بكتابة هذه الخطبات ولا أعتقد بأن هذه الأمنية عفوية إما أنه الرئيس لأنه منذ عشرة إلى اليوم اليوم 19 جونفي لم يظهر بعد رئيس الجمهورية ولا خبر لم تنشر رئاسة الجمهورية أي خبر عن وضع الرئيس الصحي هل منذ مساء عنده عشر يام هو جالس فقط يعزي يكتب في التعازي والتهاني حتى حسابه في الفيسبوك يعزي يعيهن لا يتكلم في أي شأن يخص البلاد هل جالس ما درواله المعلومات التي عندنا أنه أجرى عملية جراحية ترى لماذا تفادت رئاسة الجمهورية أن تخبر الجزائريين أن رئيس الجمهورية أجرى عملية جراحية قد يقول البعض أنكم تهتمون برئيس يا جماعة أي هذه مهمة إعلامية هذا رئيس جمهورية نقل ما تواجد في ألمانيا قبل تواجد نحو شهرين والآن عنده عشر أيام ولا خبر رسمي عنه سوى ما صدر عن شينغريح الذي يتمنى له العودة سريعا ترى ما هي مناسبة هذه الأمنية أن تأتي في خطاب يوجهه رئيس أركان ويبث في نشرة الثامنة ونشطات قائد الأركان أو رئيس أركان جيش الوطني الشعبي صارت تغطى عبر كل القنوات الرسمية وما تسمى المستقلة وما هي خارج القانون كما وصفها قبل بالحمر وزير الإعلام تغطيها طغطية شاملة في حين الرئيس غائب الرئيس إما أنه عز هذه الجهة أو أنه هنأ فريق كورة اليد أو أنه هذا يا عز يا هن لم يصدر أي شيء رئيس الجمهورية أمضى مراسيم لما رجع ماذا فعل؟ وقع لهم الدستور ثلاثين واحدة وثلاثين وقع لهم قانون المالية عمل شوي اجتماعات وهو مقعد وظهر الآن مرسوم أنه وقع قضية إنهاء مهام محمد العقاب تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله